في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود تنشط على مستوى الجزائر العاصمة والولايات المجاور لها انطلاقا من دولة المغرب ودول الساحل الإفريقي متخذة غرب العاصمة كماركز لها تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراغة بالتنسيق مع وحدات كتيبتي الدرك الوطني بالشراغة وزيرالده مدعمين بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل بالمعالمة من الإطاحة بالبارونات الرئيسية وأفراد الشبكة الإجرامية في حال التلبس بعد ترصد وتتبع جميع تحركاتهم ونمطهم الإجرامي مكنت هذه العملية من حجز كميات معتبرة من المخضرات الصلبة كوكاين كيف معالج أقراص المهلوسة هذه الشبكة كانت بصدد أغراق مدينة الجزائر وتموين عصابات الأحياء بهاتي السموم تزامنا مع بداية موسم الاستياف بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتمديد الإختصاص لعدة ولايات في شرق وغرب الوطن حيث أسفلت هذه العملية عن توقيف 22 شخصا من بينهم إمرأتين حجز 2.316 كيلوغرام من مادة كوكاين 40.450 كيلوغرام من الكيف المعالج كمية من الأقراص المهلوسة مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية من بينها أوراق مزورة أسلحة بيضاء مختلفة وهواتف نقالة بها شرائح بأسماء وهوية الغير بالإضافة إلى 17 مركبة سياحية ودراجة نارية تستعمل في نقل وترويج المخذرات سيتم تقديم أطراف الشبكة أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فورا استفاء جميع الإجراءات القانونية من أجل جريمة تكوين جمعية أشراء لغرض الإعداد لجناية جناية الحيازة والتخزين والنقل لغرض المتاجرة بالمخذرات الصلبة والمواد المخذرة والمؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة لحدود الوطنية جنحة انتحال أسماء الغير جنحة طرح للتداول أوريق نقدية مزورة جنحة حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر